فاعمل مبادلك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تملى من العمل الله سبحانه وتعالى يعني ايه احمل صغيرا كان العمل أو كبيرا فإن الله سيعطيك سيسيبك فإن الله يمل النواة يسيبك على الأعمال القليلة بس تداون وعلى هذا يبقى المراد بالملل لازم على سبيل المشاكلة اللفظية يعني الله سبحانه وتعالى حتى تمله وممكن يبقى معنى الحديث أنا بحب المعنى التاني كمان معنى ده المعنى ده مهم وليس إن الملل ملل إن الملل ده نقص ونقص محال على الله تعالى سبحانه وتعالى ونزاك سيدنا الحفظ بن رجب بيقوله سمي هذا المنع من الله مللا وسقامه ليه سقامه مقابلة للعبد على مللي وسقامتي وليس المراد الظاهر كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم فإن اللي حاصل فسمى إهمالهم وتركوهم نسيانا مقابلة للنسيانهم لله سبحانه وتعالى هذا أظهر ما قيل في هذا الأمر يعني هو بيقولك ده أفضل حاجة لأن ربنا سبحانه وتعالى منزه عن النسيان لا يضر ربي ولا ينسى فيبقى هنا إيه هو ده المعنى المعنى التاني اللي أنا بحبه بقى إن الله لا يمل ولكنكم تملون يبقى الله سبحانه وتعالى لا يمل ولكنكم أنتم تملون فإن لا حاصل فالله لا يمل يديم النظر إليك ويطلب منك أن تعمل وكلما عملت أسابك وكأنه سبحانه وتعالى بيقولك ما تضغطش على نفسك بالعبادة لأن ده ممكن يخليك تمل وتسأم العبادة وتحس أن العبادة دي مش حكتك العبادة دي مش شبهك أنت مش شبه العبادة أنت مش من أهل العبادة وربنا مش عايزك تمل من العبادة ويمكن ربنا سبحانه وتعالى مدح الملائكة بكده كما قال يسبحون الليلة والنهار إيه لا يفترون يبقى الله سبحانه وتعالى عايزك ما تحصلش منك ده ما يحصلش منك هذا الملل ولزاك فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ما بيسأموش وعشان كده حضرت النبي يأكد صلى الله عليه وسلم الرد على كل الأفكار بتاعت التدين الكمي ده تاني فيقول وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليه وعشان كده إيه اللي حاصل لأن حضرت النبي مش عايز الناس تحس كده وده بيحصل في رمضان الناس تكتهدوا والناس في شعبان تكتهدوا فيجوا يوصلوا رمضان يحصل لهم حالة من حالات الملل والسقامة اللي ممكن يسموها التشبع بالعباد فيحصل لهم إيه سيدي فيحصل لهم اللي قالوا حضرت النبي وحظر منه إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطعة فلازم إيه اللي حاصل فيقول إن أحب الصلاة مش الكتير وخلاص وإنما اللي تداوم عليها لأن المداومة على عمل دليل على إيه امتلاء القلب وتلزز الجوارح بهذا العمل لذلك لما سؤل الرسول اللي صلى الله عليه وسلم أي العمل إي أحب إلى الله قال أدوامه وإن قل يبقى كمان المداومة على العمل بتساهل عليك الأعمال وإيه اللي حاصل وترقيق عشان كده لازم نسمع ونتأكد إن ربنا سبحانه وتعالى مدح المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون فمدح اللي بيدوموا على الصلاة هذا مش هيحصل غير لما تكون أنت تشبعت بحب الصلاة والشوق إلى الله فلازم العبادة أنا بحب إن رسول الله سلم لماذا كان يصوم شعبان كله لكي يقول للناس إني مشتاق إلى الصيام فأزيد شوقي إلى الصيام بشوقي بصيامي لشعبان إيه ده؟ يعني حضرت النبي كان يصوم شعبان كله يعني يكاد يكون صيام شعبان كله إيه؟ شوقا إلى صيام رمضان عارف أنت لما إيه؟ تفضل تتذكر الحبيب لغاية ما تقابله كذلك شعبان لرسول الله سلم فأنت لازم أنت بتصوم ما تصومه من شعبان لازم تشوق نفسك إلى رمضان مش إنك أنت مهتم بالكم فإن اللي حاصل؟ فتصوم شعبان فإذا بك فرسول الله سلم قال لك إيه؟ خذوا من العمل ما تطيقون عشان كده نعمل شوية إجراءات مع بعض من أكتر الحاجات اللي تعيني الإنسان وتخليه دايما مداوم على العبادة الاهتمام بالكيف يعني إيه الاهتمام بالكيف؟ الاهتمام بالمعنى الاهتمام بالقلب الاهتمام بالوصل الاهتمام بالفقر الاهتمام بالانكسار الاهتمام بالتعلق بالله الاهتمام بحب العبادة الاهتمام بالنظر في هذه العبادة كيف تغير حالك وتغير أخلاقك كل ده مهم لأن بعض الناس بيقولوا ما تفكرش كده فكر أن أنت كل ما هتزاود العبادة فخرج لنا جيل بقى من الناس عندهم عبادات كتيرة ما عندهمش أخلاق طب نعمل إيه؟ نترك العبادة؟ لا إن إيه؟ نعيش جوه العبادة بالعبودية